الحديث حول ما تناقلته بعض المواقع الأخبارية وبعض المحطات وبعض وسائل الإعلام من تقرير مهم وخطير جداً لصحيفة الاندبنت البريطانية شوفوا شتون فضيحة انفضحنا والله العظيم النوبل الاندبنت البريطانية تتحدث عن الوضع في العراق وتحديداً عن المخدرات عن الشباب اللي ياخذون مو كل المخدرات مو أي نوع من أنواع المخدرات لا أكفاد مادة الله يبعدنا ويبعدكم عنها جميعاً ويبعد أولادنا وأولادكم ويبعد كل الناس عنها يسموها الكريستال اسمها حلو الكريستال اسمها حلو بس هذه مادة مدمرة مدمرة للشباب يعني أعداء العراق يردون يدمرون البلد يردون البنية الاجتماعية مالته الركيزة الاجتماعية الأساسية اللي هم الشباب يردون يقتلوهم نعم يردون يقتلوهم بهاي المادة هاي المادة اللي اسمها الكريستال كانت تجينة أو أول ما دخلت إنا دخلت إنا عن طريق إيران الآن بعد ماكو داعي تدخل إنا هاي المادة عيني هاي المادة بعد ماكو داعي تدخل إنا ليش لأن ما شاء الله التجار والله لا يوفقهم مو التجار المواد الغذائية لا تجار الحشيشة والمخدرات قاموا ويصنعوها النوب قاموا ويصنعوها بداخل العراق والأجهزة الأمنية حقيقة سعر الغرام كان بمئة دولار لما كانت تجينها من إيران الآن وما قاموا ويصنعوها بداخل العراق قام سعرها صار عشرين ألف دينار يعني ما تسوي عشر دولارات سبع دولارات ما أدري خمس دولارات شي بها من مئة دولار إلى خمس دولارات ليش مو محبة وإنما يردون يقتلون الشباب وبالفعل بعض الشباب اللي صحوا على زمانهم وعلى وقتهم وشافوا نفسهم وين صاروا ما خلوا شي ما باقوهم من بيتهلهم ما خلوا شي ما أخذوهم من أمهم وابوهم ما خلوا شي عدهم حتى تليفوناتهم حتى تليفوناتهم يروح يبيعها حتى ياخذ المادة اللي هي مادة السم سم قاتل على آية حال هذا موضوع شبير والانديبندنت البريطانية اتناولته وراحت عملت حالية قصي صحيفة بريطانية مو فضائية عراقية ولا تلفزيون عراقي ولا جريدة عراقية لا 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 صحيفة بريطانية عالمية معترف بيها ماكو واحد ما سامع بالانديبندنت البريطانية قبل ما أجياني للدنيا مئة سنة هي موجودة تروح هاي جريدة تفتر من دوبها أو من دوبتها من دوبيها يروحون يفترون ياخذون العراق طول بعرض من الشمال اللي الجنوب يسوون تحري عن هاي المادة الكريستال شنو هاي اللي انتشرت بالعراق شنو هاي عراقية